من حقي الجيل الجديد أن يسأل ومن واجبنا أن نجيب الآن أعرض لكم بعض النماذج للحوار المباشر الذي حصل بيني وبعض أبناء هذا الجيل من خلال الحوار أضمن المفاهيم التي أريد إيصالها للمستمع خاصة الأجيال سألتني السلام عليكم عليكم السلام وهي طالبة جامعية من دولة خليجية وخافت تسأل بعض الشخصيات أو بعض المؤسسات ظن منها أنها سوف توصم بالكفر والردة ومن ثم إلى آخر ما يترتب على ذلك قالت أخي محمد ما عليش تحملني ولأسئتي بتتفضلي قالت ما ذنب الهندوس والبود والوثنيين والناس الذين عقائدهم حتى لو اعترضنا عليها عقليا أنها عقائد فاشلة أو ما ذنبهم يدخلون النار بهذه البساطة قلت لها من قال لك أنهم سيدخلون النار قالت أليس الكفار سيدخلون النار قلت لها ومن قال لك أن الكافر سيدخل النار قالت أليس الذي يموت وهو كافر سيدخل النار قلت لها ومن قال لك أن الذي يموت كافرا يدخل النار قالت لهذا كلام عجيب أول مرة أسمعه قلت لهذا مشكلتك خطورة بمكان أن أجعل من وعي الشخصي الذاتي النسبي قناعة أبني عليها أحكام كلية ثم أدين فيها الإسلام والعقيدة الإسلامية ما يصير يا بابا لازم نستوعب لازم نسأل قالت عيل شو الجواب قلت لها أولا يجب أن تفهمي يا أختي أنت وأنا وكل الناس نحن نتكلم عن رب سبحانه وتعالى له تدبيره ولا نستطيع أن نتقول على الله سبحانه وتعالى وندخل الناس إلى الجنة والنار اللي كان مفاتيح عندنا نحن عندنا قواعد وأحكام نحتكم إليها أولا يجب أن تعلمي أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين نحن في كل صفحة من صفحات القرآن نسمع صفة الرحمة وفي كل سورة من صور القرآن نقرأ بسم الله ليس الجبار العظيم ولا المنتقم لا الرحمن الرحيم طيب في صفات أخرى لكن الرحمة هي الأصل أن رحمتي سبقت عذابي أن مقضية العقوبة ما جاء التهديد إلا رحمة بك لكي تعرف أن هناك خطأ كما يقول الشيخ الشعراوي هو لما يقول لك أنه لما يقول لك سبحانه وتعالى في عقوبة هذه رحمة فيك يعني أي مؤسسة تقول لك إذا خالفت النظام ترى رح يصير عليك خصم رح توضع في أجندة المخالفين هذا النظام الذي توعى عليه هذه رحمة بك وفي صالحك غير ذلك الذي يدخل إلى أي مشروع غفل عن القوانين الذي تحكمه إذن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين ثانيا الله سبحانه وتعالى عادل وعدله يقتضي إنصافه لمخلوقه وإذا ثبطت العدل والرحمة ماذا تنتظر من رب العالمين ثلاثة ألزم سبحانه وتعالى العقوبة والمحاسبة بإرسال الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله ما وصل رسول ما جاءت الرسالة كيف يكون هناك تعذيب وكيف يكون هناك جهنم وكيف تكون هناك عقوبة يتنافى مع الرحمة يتنافى مع العدل يتنافى مع هذا التلازم بين إرسال الرسل وبين عقوبة المخالف عن يقين أربعة العلماء فرقوا بين بلوغ الرسالة وبين إقامة الحجة خليني أشرح بالتفصيل من كلام الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه فيصل التفرقة بين الإسلامي والزندقة محمد الغزالي وهو يتكلم عن رحمة الله سبحانه وتعالى وفي هذا الكتاب يقول لا يسارع إلى التكفير إلا جاهل محمد الغزالي يقول الناس أصناف واحد صنف لم تبلغهم الرسالة وهؤلاء معذورون لا شيء عليهم أمام الله سبحانه وتعالى وصنف بلغتهم الرسالة وقامت عليهم الحجة وشخصت أمامهم البراهين ورأوا كل شيء فعرفوا حقيقتها ثم تنكروا إليها وهؤلاء يوم المحاسبون ثلاثة صنف بلغتهم الرسالة مشوشة كما قال بلغهم اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم تبلغهم صفته يقول كسماعنا عن ابن المقفع ونحن صغار نسمع عنه أنه كذاب ودجال ومدعي كذا وإلى آخره فهؤلاء القوم لم تتحرك عندهم دواء البحث عن الحقيقة فهم سمعوا عن إنسان أنه مدعي للنبوة وأنه كذاب وأنه كذا حاشاه فهؤلاء أيضا يقول الإمام أبو حامد يحملون على الصنف الأول أيضا مأذورون إذن كم نوع صار عندنا؟ النوع الأول ما وصلتهم الرسالة؟ مأذورون والملل المؤمنون بالله وبخالق هؤلاء الذين وصلتهم الرسالة وأخذوا يبحثون عن الحقيقة للتأكد وكانوا من أهل الجد والصدق في اكتشاف الحق هؤلاء إن وافتهم المنية يعني جاهم الموت وبعد ما وصلوا للحقيقة وما تحققوا منها فهؤلاء أيضا معذورون غير موزورين يلحقون بالصنف الأول المعذور إذن يا جماعة نحن الأصل عند الله سبحانه وتعالى عذار البشر أنت بشر تأذر عندك رحمة فكيف برحمة أرحم الراحمين؟ فكيف برحمة أرحم الراحمين؟ خلونا نفهم صح إذن هكذا تفهم الأمور بقي المكابر المعاند المجاحد اللي فرشت له الأدلة ونصبت له البراهيم وجاءت الأشعة الصاطعة والكشافات المنيرة كلها وقالت له هذا الحق وشاف وعاند فهذا ينطبق عليه فأنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون كفر الجحود والعناد هؤلاء هم الذين يستحقون العقوبة لأنهم مكابرون معاندون متنكرون للحقيقة